بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي دارسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء السابع من الدرس الثاني بعنوان طريقة الحل باستخدام جاوس جوردان للحذف هنا أعزائي نبدأ بالمصفوفة الموسعة لتعبر عن النظام الخطي نستخدم معها elementary row operations العملات الأولية على الصفوف لنقتزل هذه المصفوفة إلى reduced row echelon 4 فيها يكون القط الرئيسي عبارة عن وحايد وفوقه وتحته أصفار وكما تلاحظون بمعنى آخر أن تكون مصفوفة المعاملات التي يعبر عنها هذا الجزء كما لو كانت مصفوفة الوحدة وفي هذه الحالة ينتج لنا حل x و y و z مباشرة كما ترون وفي هذه الطريقة نختزل خطوة التعويض الخلفي في back substitution فيكون العنصر الأول يقابل المتغير x والعنصر الثاني يقابل المتغير y والعنصر الثالث يقابل المتغير z لنأخذ نفس المثال البسيط الذي تم حل له مسبقا باستخدام جاوس elimination التي كان يعقبها تعويضا خلفيا الآن سوف نحلوها دون تعويض خلفي على الإطلاق إذا اتبعنا نفس الخطوات السابقة في البداية نضع هذا النظام الخطي في شكل مصفوفة موسعة نبدل الصف الثاني مكان الصف الأول حتى نجعل هذه الاثنين صفرا كما تعودنا نضرب الصف الأول في سالب اثنين ثم نجمع الناتج على الصف الثاني تنتج لدينا المصفوفة التالية نود أن نجعل هذا العنصر واحدا ماذا نفعل نقسم هذا الصف على ثلاثة بمعنى نضرب الصف الثاني في ثلث نود أن نجعل هذا العنصر صفرا لحصن الحظ أنه نفس العدد واحد بعكس الإشارة فيمكن الجامعة مباشرة للتخلص منه إذن نجمع حول اثنين زائد R واحد واحد ناقص واحد سفر ثنان ناقص واحد واحد وهذه هي الصيغة المختزلة للمصفوفة في شكل ريديوست رو إشلون فورم ترون أن الجزء الأيسر هو مصفوفة الوحدة من البعد اثنين ومباشرة دون الرجوع إلى التعويض الخلفي ترجمة نانسي قنقر